موسيقى مساء الخير مشاهدين الاقتصادية المفصلة من الميادين إلى العنوين موسيقى بعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي واستقالة وزير المالية المعارضة تحذر من أزمة دولة تعيشها تركيا موسيقى وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية الاقتصاد السعودية إلى سلبية ما يعكس استمرار ضعف الأوضاع المالية موسيقى وفي النشرة أيضا فايزر وبيونتك تعلنان أن لقاحهما التجربية لعلاج كوفيد 19 فعال بأكثر من 90% موسيقى أهلا بكم رأت المعارضة التركية أن استقالة وزير المالية بيرات البيرق خطوة غير مسبوقة وترقى إلى أزمة دولة وانتقدت الإقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليكدار أوغلو إن أردوغان يدير البلاد وكأنها شركة عائلية يأتي ذلك فيما تعيش تركيا أزمة نقضية استثنائية أدت إلى تراجع قيمة الليرة بنسبة 30% منذ مطلع هذا العام خلال أصعب ظروف يمر فيها الوضع المالي في تركيا بيرات البيرق الوزير الذي استمر في تحمل مسؤولية الوضع المالي في البلاد ما يصل إلى عامين يعلن استقالته من المنصب عن طريق منشور على موقع إنستغرام معللا ذلك بالدواع الصحية ورغبته في تخصيص المزيد من الوقت لأسرته البيرق وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقع قبل يوم واحد من تقديم استقالته أن يستقر التقلب في أسعار الصرف خلال شهرين مؤكدا أن هدف الحكومة هو خفض الوالدات وزيادة الإنتاج لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة سيضر بهذا الهدف وعلى عكس إقالة محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يبدو أن حزب العدالة والتنمية ليس موافقا على الاستقالة حيث تمنى النائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد موش أن يعود البيرق عن قراره ويستمر في منصبه مشيرا إلى أنه أدى مهمات صعبة جدا وتوقع اقتصاديون أن تتأثر الليرة التركية على نحو سلبي بالضربة المزدوجة لاستقالة البيرق وإقالة أويصال بعدما طلقت ضربات متتالية نتيجة الخلافات مع واشنطن والنزاع مع اليونان وقبرس على ثروة المتوسط إضافة إلى اندلاع الحرب بين أذربيجان وأرمينيا وتضرر قطاع الخدمات الذي يعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة ومع تفشي وباء كورونا اضطر المركزي إلى ضخ مليارات الدولارات كدعم حتى يتجنب قرار رفع سعر الفائدة تماشيا مع توجهات الرئاسة كما استنزف الوباء احتياطات وزارة المالية التي وجهتها لدعم قطاعات متعددة وتمويلها أبرزها الصحة ما تسبب بتسجيل نمو سلبي وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة في البلاد أكد الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي ناجي أكبال أنه تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار سيستخدم المركزي جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم وأضف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية يذكر أن ناجي أكبال كان يشغل منصب رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة لدى الرئاسة التركية عدلت وكالة فيتش للتصليف الاتماني النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى سلبية ما يعكس استمرار ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة الوكالة توقعت انخفاض صاف الأصول الأجنبية السيادية للسعودية إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022 كما توقعت زيادة عجز الميزانية الحكومية إلى ما يقرب من 13% أما عن الدين الحكومي فتوقعت وصوله إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام التقى وزير الطاقة الإيراني ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وقطر رضا أردى كنيان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن خليفة الثاني وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات التجارية واستكمال تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين الزيارة تأتي قبيلا عقاد الاجتماع السابع لجنة التعاون الاقتصادي بين إيران وقطر استكمالا للاجتماعات التي عقدت الشهر الماضي بين وزير الطاقة الإيراني ووزير الصناعة والتجارة القطري كشف وزير النقل العراقي ناصر الشبلي أن استمرار الخلاف مع شركة دايو والكورية الجنوبية بخصوص ميناء الفاو الكبير في البصرة قد يدفع الوزارة إلى التفاوض مع شركات صينية عديدة قدمت خدمتها لتنفيذ المشروع الشبلي أكد أن التفاوض مع دايو مستمر ولسيما أن لديها عقدين ينتهيان العام المقبل لكن الخلافة مازال يتمحور حول مسألة الأعماق والمهل الزمنية والمبالغ يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية أوقفت العمل في مشروع الميناء في التاسع من الشهر الماضي بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا دعا رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي إلى إرسال إصلاحات الاقتصادية اللازمة من قبل اللجنة البرلمانية المختصة في المالية والتنمية والتخطيط وقال الغنوشي خلال افتتاح ندوة اللجنة المالية في مجلس النواب إن هذه اللجنة هي الفضاء الأمثل للنقاش وتبادل الأفكار بشأن مختلف القضايا الاقتصادية البرلمان الموقع الأفضل لطرح القضايا الكبرى في البلاد الموقع الأنسب لطرح الأسئلة الكبيرة والبحث عن أجوبة عنها وخاصة المعضلة الاقتصادية لتعيش بلادنا والمعضلة المالية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز العشرة ملايين إصابة وبذلك تعد الولايات المتحدة أول دولة في العالم تصل إلى هذا الرقم الضخم من الإصابات منذ بدء الجائحة بانتلاكها خمس عدد الإصابات العالمية التي تجاوزت خمسين مليون إصابة وبسبب إجراءات العزل للتخفيف من سرعة انتشار الوباء ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من ثمانية في المئة هذا وأعلنت شركتين صناعة الأدوية الأمريكية فايزر وبيو أن تك أن لقاحهما التجربي لعلاج مرضي كوفيد 19 فعال بأكثر من 90% ما بعثت تفاؤل في الأسواق التي تعاني من تبعات هذا الوباء على الاقتصادات وأسواق المال وتوقعت الشركتين الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالة الطوارئ وإذا حصلت عليه فسيكون عدد الجرعات محدودا في البداية ولم تعرف بعد كلفة إنتاجه أو تسعيرة مبيعه ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد إعلان شركة فيزر عن قرب التوصل للقاح فعال ضد كوفيد 19 وكذلك بعد الارتياح الذي ساد الأسواق عقب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وفي الولايات المتحدة ارتفعت العقود الأجلة لمؤشر داود جونز الأمريكية الذي حقق مكاسب بنحو 130 نقطة فيما ارتفعت العقود الأجلة لمؤشر S&P 500 ومؤشر نازدك 100 أما في اليابان فارتفع مؤشر نيكاي القياسي إلى على مستوى له في 29 عاما ربحت أسعار النفط نحو 2.5% وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت فوق 40 دولارا صباح اليوم ويبدو أن فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة معوض المخاوفة بشأن تأثير تفاق قيم جائحة كورونا على الطلب وبذلك يتعافى النفط من انخفاض نسبته 4% يوم الجمح تتنامى في بريطانيا ظاهرة الجوع من جراء عدم مداخيل ألاف الأسر بسبب إجراءات الحجر المتبعة للحد من تفشي وباء كورونا جمعيات خيرية أشارت إلى أن الجوع بدأ يطال الطبقة الوسطى التي باتت تقصد بنوك الطعام من أجل حصوله على مواد غذائية موسى سرور من لندن طوابير المحتاجين في لندن تتزايد كورونا يكبد الاقتصاد خسائر فادحة ويدفع ألاف العاطلين من العمل للانضمام إلى صفوف جيش الفقراء وباء لم يوفر أحدا في بريطانيا فقد طال الطبقة الوسطى عماد الاقتصاد الرئيس مالي بأن جعل أبنائها غير قادرين على سداد الفواتير ومقاومة تكاليف الحياة كل واحد من هؤلاء المحتاجين له حكاية تشبه معاناة نحو 14 مليون فقير في بريطانيا في الحقيقة التحديات كبيرة فكبرى الجمعيات الخيرية أغفلت حتى إن الكثير من المتبرعين توقفوا عن تزويدنا بالطعام بسبب قرار الحكومة إقفال المطعم هذا ما يجعل عملنا أكثر صعوبة في توفير الطعام للمحتاجين إليه خصوصا أن الطبور أحيانا يتجاوز المائتي شخص يوميا الجمعيات الخيرية البريطانية في الخطوط الأمامية لمطاردة الفقر توزع بما تيسر لها من تبرعات المواد الغذائية على المحتاجين في بيوتهم كما توفر للمشردين الكساء والطعام لتخفف من وطأة البرد القارس المصحوب بالشتاء الماطر فالحكومة أغفلت المشردين من المساعدات الإضافية في خطة الإغلاق العام الوضع بات سودويا بفعل كورونا والكثير من الناس باتوا في الشوارع ويرغبون في الحصول على وظيفة من الحكومة أعتقد أنه إذا لم يدوافر الطعام يوميا فأن الأمور قد تؤدي إلى دفع المشردين للسرقة خامس أكبر اقتصاد في العالم يواجه أزمة أخلاقية في إنقاذ نحو أربعة ملايين طفل من الفقر الحكومة البريطانية استجابت مؤخرا لنداء لاعب كرة القدم ماركوس راشفلد في توفير الطعام بشكل مجاني لنحو مليون ونصف مليون فقير من طلاب المدارس لم يعتاد معظم هؤلاء المحتاجين على الوقوف في طوابير الطعام للحصول على قوت يومهم تطور ينظر برأي المراكبين بانفجار قنبلة اجتماعية بوجه الحكومة إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من تنامي ظاهرات الفقر في بريطانيا مستصر لندن الميادين بثلاثين دقيقة فقط تمكن فريق من المنتجين الروس من بيع ما قيمته مليون وثمانمائة ألف دولار من البضائع الروسية في الصين عملية البيع تمت ضمن حملة عبر الإنترنت هدفها الترويج للمنتجات الروسية في السوق الصينية وفاقت نتائجها كل التوقعات أحد مصنعي السكاكل الروس نجح في بيع كامل المخزون خلال ثانية واحدة فقط فيما تمكن منتج للمثلجات من بيع كل مخزونه خلال ثلاث ثوان مع هذا الخبر ناتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابع الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة